بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني متوسط في مادة المهارات الرقمية فصل الدراسة الثالث سنكون بإذن الله معا في هذا الدرس درس بعنوان التعامل مع المخططات البيانية الجزء الثاني في الدرس السابق تعلمنا وتكلمنا في درس التعامل مع المخططات البيانية الجزء الأول عن آدات التحليل السريع وأيضا تكلمنا عن تغيير حجم المخطط أو الرسم البياني ذكرنا أن المخطط هو رسم توضيحي للقيم الرقمية أو البيانات المصممة للأرقام بينما سمارت آرت هو تمثيل مرئي للمعلومات والأفكار المصممة للنص أنه إذا كانت البيانات رقمية يمكنك استخدام المخطط بينما إذا كانت البيانات نصية تستطيع استخدام سمارت آرت إذن ذكرنا أن عندما تكون البيانات لدينا رقمية نستخدم المخطط بينما إذا كانت البيانات نصية نستخدم سمارت آرت تكلمنا عن أداة التحليل السريع وذكرنا أنه يمكنك استخدام أداة تحليل سريع Quick Analysis لإنشاء مخطط بسرعة وتظهر لك ميزة المخططات المستحسنة Recommended Charts بعض أنواع المخططات الشائعة لاستخدام بناء على البيانات الموجودة في النطاق المحدد لاستخدام أداة التحليل السريع استخدمنا جدوى البيانات السابق نحدد البيانات التي نريد تمثيلها كمخطط على سبيل المثال في هذه الصورة من الخلية A2 إلى الخلية F6 من A2 إلى F6 ستظهر أداة التحليل السريع في الزاوية اليسرى السفلية أو في الزاوية اليمنى السفلية ظهرت لدينا من الجدول ظهرت لدينا هنا في الزاوية اليسرى السفلية نضغط على أداة أو زر التحليل السريع ستظهر نافذة وجود بها عدد من علامات التبويب نضغط على علامة التبويب المخططات بعد ذلك نضغط على عمودي متفاوت المسافات بعد الضغط على عمودي متفاوت المسافات سيتم تطبيق هذا المخطط مباشرة في ورقة العمل استناداً ذكرنا كذلك أنه استناداً إلى تخطيط ورقة العمل تظهر أداة التحليل السريع إما في الركن الأيسر السفلي من الجدول أو في الركن الأيمن السفلي تطبيق عملي على استخدام أداة التحليل السريع بعد فتح ورقة العمل وفتح المصنة في برنامج ميكروسوفت إكسل وفي ورقة العمل نقوم بتحديد نطاق البيانات التي نريد عمل خطط لها على سبيل المثال بعد ذلك نلاحظ ظهور أداة التحليل السريع في الزاوية اليسرى السفلية من الجدول نختار من النافذة التي تظهر علامة توبيب المخططات نلاحظ وجود عدد من المخططات مجرد تمليل الفأرة على أحد هذه المخططات ستستطيع معاينة المخطط مباشرة سنقوم باختيار عمودي متفاوت المسافة ونضغط بزر الفأرة الأيسر عليه وسيتم تطبيقه بشكل مباشر في ورقة العمل نلاحظ تحديد نطاق البيانات وتطبيق المخطط بشكل مباشر أيضا يمكننا تغيير حجم المخطط أو تحريكه ليتناسب مع البيانات كما أيضا ذكرنا ذلك مسبقا لتغيير حجم المخطط نضغط على المخطط لتحديده بعد ذلك ستظهر ثمانية مقابض لتغيير الحجم على طول حواف المخطط بعد تحديد المخطط ستظهر ثمانية مقابض في حواف هذا المخطط نضغط على أحد هذه المقابض ونسحب لتغيير الحجم نضغط بزر الفأرة الأيسر ونقوم بالسحب مع الاستمرار بالضغط لتغيير حجم المخطط أيضا نستطيع أثناء تغيير حجم المخطط أثناء السحب استخدام مفتاح شفت من لوحة المفاتيح للحفاظ على تناسب المخطط ستتغير أبعاد المخطط دون تغيير في التناسب بين أبعاده عند الضغط على مفتاح شفت تطبيق عملي على تغيير حجم المخطط أو الرسم البياني بعد فتح المصنف في برنامج مايكروسوفت إكسل وفي ورقة العمل نحدد على المخطط ونلاحظ وجود ثمانية مقابض على طول حواف هذا المخطط مجرد تمرير الفأرة على أحد هذه المقابض نلاحظ تغيير شكل الفأرة إلى شكل السهمين بالضغط على أحد هذه المقابض بزر الفأرة الأيسر ومع استمرار الضغط نستطيع تغيير حجم هذا المخطط بالتصغير أو بالتكبير تذكر أنه أثناء تصغير أو تكبير حجم المخطط أثناء السحب عند استخدام مفتاح شفت في لوحة المفاتيح ستحافظ على التناسب بين أبعاد هذا المخطط سنتعلم في درس التعامل مع المخططات البيانية الجزء الثاني درسنا في هذا اليوم إضافة سلسلة بيانات إضافية وأيضا إدراج رسومات سمارت أرد في ورقة العمل هل تستطيع إضافة صف أو عمود إلى المخطط بعد إنشائه؟ إضافة سلسلة بيانات إضافية قد تحتاج إلى إضافة سلسلة بيانات إضافية إلى المخطط بعد إنشائه هذه السلسلة هي صف أو عمود من الأرقام أو البيانات يتم إدخالها في ورقة العمل ثم يتم رسمها في المخطط التلقائي إذن قد نحتاج إلى إضافة عمود أو صف على المخطط بعد إنشائه يحتوي هذا العمود على بيانات رقمية أو نصية بعد ذلك أو في البداية ندخلها في ورقة العمل ومن ثم سيتم رسمها في المخطط التلقائي لإضافة سلسلة بيانات إلى المخطط لدينا جدول يحتوي على ستة حقول جهاز حاسب، جهاز لوحي، هاتف جوال، وحاسب محمول وأضفنا أيضا مخطط بياني بناء على هذه البيانات المذكورة ولكن أردنا إضافة حق الآخر باسم تلفاز على الجدول ونريد إضافته أيضا وإدراجه إلى المخطط البياني أولا في الصف رقم 7 نكتب في الخلية A سفن تلفاز وفي الخلية B سفن نكتب 1399 ريال سعودي ثم في الخلية C سفن نكتب 1599 ريال سعودي بعد ذلك في الخلية D سفن نكتب 1799 ريال سعودي في الخلية E سفن نكتب 1899 ريال سعودي وفي الخلية F سفن نكتب 2000 ريال سعودي بالطريقة هذه أضفنا البيانات إلى الجدول ولكن نريد الآن إضافتها إلى المخطط البياني كذلك نضغط على المخطط لتحديده نضغط على المخطط لتحديده بعد ذلك من علامة التبويب تصميم المخطط chart design ومن ثم في مجموعة بيانات data نضغط على تحديد البيانات إذن بعد إضافة البيانات إلى الجدول نضغط على المخطط لتحديده ومن ثم من علامة تبويب تصميم المخطط نختار في مجموعة بيانات نختار تحديد البيانات بعد اختيار تحديد البيانات ستظهر نافذة تحديد مصدر البيانات من نافذة تحديد مصدر البيانات ومن حق النطاق بيانات المخطط نضغط على زر تصغير النافذة إذن بعد ظهور نافذة تحديد مصدر البيانات في نطاق بيانات المخطط نضغط على زر تصغير النافذة بعد ذلك نحدد نطاق الخلايا في الجدول ولتكون من A1 إلى F0 من A1 إلى F7 بعد الضغط على زر تصغير النافذة نذهب ونحدد البيانات في الجدول بعد ذلك نضغط على زر توصيع النافذة ثم نضغط على موافق وسيتم تطبيق المخط أو إضافة البيانات الجديدة إلى المخطط نلاحظ تم تحديث المخطط وإضافة البيانات الجديدة إلى المخطط أيضا يمكنك تطبيق التنسيق الشرطي في الخلايا من B7 إلى F7 ثم إضافة المخطط البياني المصغر في الخلية G7 من البيانات بمجرد تطبيق نمط العملة على خلايا معينة لنقل رمز العملة إلى يسار الأرقام حدد الخلايا وفي علامة توبيب الصفحة الرئيسية في مجموعة المحاذاة اضغط على القائم المسدلة الخاصة بأداة اتجاه النص من اليسار إلى اليمين واضغط على اليمين إلى اليسار تطبيق عملي لإضافة سلسلة بيانات إلى المخطط بعد فتح المصنف في برنامج Microsoft Excel نفتح المصنف في برنامج Microsoft Excel نلاحظ أن أضفنا البيانات مسبقا إلى الجدول اختصارا للوقت ثم نقوم بتحديد المخطط البياني ومن علامة توبيب تصميم المخطط في مجموعة بيانات نضغط على تحديد البيانات الآن نريد إضافة الحقل السابع حقل التلفاز إلى المخطط البياني نضغط على تحديد بيانات من نافذة تصميم المخطط بعد تحديد المخطط من نافذة تحديد مصدر البيانات في نطاق بيانات المخطط نضغط على السهم لتصغير النافذة ثم نقوم بتحديد نطاق الخلايا التي نريد إدراجها أو التي نريد ظهورها في المخطط وتكون من A1 إلى F0 ثم نضغط على علامة التوسيع ونضغط على موافق وسنلاحظ تحديد المخطط البياني بشكل مباشر بناء على البيانات التي اخترنا نلاحظ إضافة مخطط أو تحديد المخطط بشكل مباشر أيضا سنتكلم بإذن الله عن إدراج رسومات SmartArt باستخدام SmartArt بإمكانك بسهولة إضافة الرسوم التخطيطية دياغرام والقوائم المرئية في جوليست وصور ذات تسمية توضيحية Caption Pictures إلى ورقة العمل الخاصة بك توجد الرسومات في مجموعة متنوعة من التخطيطات والألوان والأنماط والترتيبات الخاصة في المثال القادم بإذن الله سندرج رسم SmartArt في ورقة العمل لتظهر الطلبة الثلاثة الذين حصلوا على أعلى مجموع في درجات اختبار الفصل الأول إذن نستطيع إضافة رسوم باستخدام SmartArt إضافة رسوم تخطيطية أو قوائم مرئية أو صور ذات تسمية توضيحية قم بإنشاء الجدول التالي نكتب اسماء الطلبة درجاتهم في الاختبار الأول والاختبار الثاني والاختبار الثالث اختبار النهائي وسط الدرجات ومجموع هذه الدرجات ثم من علامة التبويب إدراج علامة التبويب إدراج إنسيرت في مجموعة رسومات توضيحية إلوستريشنز نستطيع الضغط على SmartArt إذن بعد إنشاء الجدول من قائمة إدراج رسومات توضيحية نضغط على SmartArt بعد الضغط على SmartArt ستظهر نافذة اختيار رسم SmartArt في قائمة أو في الجزء الأيمن ستظهر جميع القوائم أو الفئات التي تحتوي على رسومات SmartArt نستطيع اختيار أحد هذه الرسومات وليكن قائمة مربعات عمودية بعد ذلك نضغط على موافق سيتم إدراج الرسم SmartArt إلى ورقة العمل نضغط على زر توسيع جزء النص إذا أردت بعد ذلك نضغط على التعداد النقطي الأول ونكتب أسامة سعود هو الطالب الأول بمجموعة درجات 399 تعداد النقط الثاني ونكتب ولي أحمد وليد هو الطالب الثاني بمجموعة 398 ثالثاً بالتعداد النقط الثالث نكتب الطالب طلال عبدالرزاق هو الطالب الثالث بمجموعة 397 درجة بعد ذلك نضغط على زر إغلاق جزء النص وسيتم كتابة أو إدراج هذا النص في المخطط وسيصبح رسم SmartArt جاهزاً تطبيق عملي على إدراج رسم SmartArt بعد فتح ورقة العمل وإنشاء الجدول بداخلها من قائمة اختبار الأول اختبار الثاني الثالث النهاي متوسط الدرجات ومجموعها نستطيع عمل SmartArt إلى أو إدراج SmartArt إلى ورقة العمل من علامة تبويب إدراج ثم في رسومات توضيحية نضغط على السهم ثم نختار من قائمة رسومات توضيحية نختار SmartArt وسيتم إدراج رسم SmartArt بشكل أو بالنافذة وسنقوم بنافذة إختيار رسم SmartArt نلاحظ في الجزء الأيمن نستطيع الاطلاع على القوائم أو على الرسومات الموجودة نختار أحد هذه الرسومات مجرد الضغط على الرسم سيظهر له معاينة بعد ذلك ضغط على موافق سيتم إدراج الرسم بشكل مباشر إلى ورقة العمل تستطيع التعديل على النص بالكتابة في أحد التعدادات في داخل النص تمرير زر الفارع على النص وبالضغط تستطيع كتابة النص أو في جزء النص من تصميم رسم SmartArt في جزء النص سيظهر لنا جزء النص تستطيع كتابة نصك في داخل هذا الجزء مثلا في الجزء الأول سيتم كتابة أسامة سعود هو الطالب الأول بمجموع درجات 399 ثم ذلك تكتب بعد ذلك الطالب الثاني والطالب الثالث وإلى أن ينتهي كتابة هذا SmartArt نصل إلى تقويم الدرس ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي سلسلة البيانات هي صف أو عمود من الأرقام يتم إدخالها في ورقة العمل العبارة الثانية لا يمكنك إضافة الرسوم التخطيطية والقوائم إلى ورقة العمل الخاصة بك في العبارة الأولى سلسلة البيانات هي صف أو عمود من الأرقام يتم إدخالها إلى أو في ورقة العمل أحسنت الإجابة صحيحة العبارة الثانية لا يمكنك إضافة الرسوم التخطيطية أو القوائم إلى ورقة العمل الخاصة بك أحسنت الإجابة خاطئة تعلمنا في هذا الدرس درس التعامل مع المخططات البيانية الجزء الثاني على إضافة سلسلة بيانات إضافية وأيضا إدراج رسومات سمارت أرت شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته